الحديث عن مؤتمر أبو ظبي ينضم إلينا من تونس المؤرخ خالد عبيد سيد خالد أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية بداية كيف قرأت هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي انطلق من العاصمة الإماراتية أبو ظبي وأنتج التزاما دوليا بحماية الأثار المهددة مساء الخير يمكن أن نقرأ الرسالة القوية لهذا المؤتمر على أساس أن هناك رسالة قوية يريد أن يرسلها المؤتمر ومن يقف على عقد هذا المؤتمر وتحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه الرسالة مفادها بأن العرب والمسلمين قادرون فعلا على أن يحاولوا جاهدين على حماية التراث العالمي وخاصة التراث الموجود داخل المنطقة العربية هناك محاولة لتشوية سورة العرب والمسلمين على أساس أنهم ضد التراث الإنساني ويعمدون إلى هدم كل ما يمت للثقافة العالمية والتراث العالمي بسلة فهذه رسالة قوية تضحط هكذا تضحط هكذا اتعاءات وافتراءات وتبين أن العرب قادرون فعلا على أن يحاولوا حماية هذا التراث ليس بالأقوال فقط بل بالأفعال وهذا ما نريد أن يتحقق فعلا ويتجسم على أرض الواقع أستاذ خالد اليوم أكثر من أربعين دولة ومنظمة أكدت التزامها ودعمها لهذا الصندوق بالفعل لتمويل آليات لحماية الأثار المهددة أو الأثار في مناطق النزاع برأيك إلى أي مدى تشكل هذه الخطوة دفعا لهذه الجمعيات أو هذه المنظمات لكي تبدأ بالفعل أن تعمل جديا لإيجاد حلول هي خطوة ضرورية باعتبار أن هذا الصندوق قد يتمكن من أن يستقطب إليه كل الأعمال الهادفة إلى إنقاذ التراث الإنساني وخاصة المنظمات التي تعتبر نفسها مؤتمنة على حماية التراث العالمي وتحديدا منظمة اليونسكو التي رأيناها حاضرة هنا وهذا الصندوق قايتها قبل كل شيء حماية هذا التراث لكن نحن نعرف أن التراث العالمي وتحديدا والغاية من عقد هذا المؤتمر والدافع ربما هو الهول ما رأيناه نحن جميعا من تدمير للتراث العالمي الإنساني في العراق وفي سوريا على يد تنظيم داعش الإرهابي هذا كله من شأنه أن يبين بوضوح مدى ضرورة القيام بخطوات سريعة تكون أولا بتؤدى لكن في نفس الوقت تكون فيها السرعة دون التسرع من أجل حماية هذه الممتلكات وهذا التراث العالمي المشكلة هنا سيدتي هو هل أننا قادرون فعلا على أن نجسم هذا على أرض الواقع هي تتطلب كثير من الصبر تتطلب الكثير من التفاني وتتطلب التكاتف أكثر فأكثر باعتبار أن مسألة حماية التراث ليست بالأمر الهين وليست بالأمر السهل لأن التدمير هو سهل لكن حمايتها هي الأصعب وتطبيق هذه قرارات المؤتمر على أرض الواقع خاصة سواء من حيث الصندوق وما يريدها الصندوق القيمبي هو نحن ذكرتنا أو كما ذكرت أنت هناك المسألة الحماية هذا التراث خاصة في الأوقات الطارئة نحن نعرف عندما تحدث الحروب على غرار ما حدث في العراق أو في سوريا فإنه لا يمكن حماية هذه الأثار بأي طريقة كانت إلا إذا كانت هناك قوة مصلحة تطرقت للموضوع التكاتف وضرورة التكاتف في هذه المرحلة بالذات اليوم إلى أي مدى تعكس هذه المشاركة الرسمية الكبيرة في هذا المؤتمر جدية والتزام هذه الدول في بدء تطبيق ما تم التوصل إليه خلال المؤتمر خلال يومين الماضيين هناك جدية نلحظها خاصة من خلال إقرار بضرورة عقد مؤتمر آخر في 2017 من أجل متابعة كتنفيذ قرارات هذا المؤتمر الذي عقد هذه الأيام في أبوظبي والمتابعة هو أمر ضروري المتابعة خاصة وأن تكوين أو إنشاء صندوق يراد منه حماية الآثار ليس بالأمر السهل مثل ما ذكرنا ولتحقيق ذلك يجب أن تكون هناك منظمات ودول تقف حقيقة من أجل أن يقع إرساء هذا الصندوق على أوصص صحيحة وفي أقرب وقت ممكن وبعد ذلك يقع متابعة ليس إنشاء صندوق بل متابعة سير عمل هذا الصندوق والعمل على أن يساهم فعلا في إنقاذ التراث العالمي المهدد وخاصة في منطقة العربية الشمالية والعراق وسوريا وكذلك حتى اليمن ولكي يحقق ذلك سيدتي يتطلب هذا مثل ما ذكرت الوعي يضرورة الوعي بأن التراث الإنساني هو تراث تركته لنا أو وفرته لنا أو جلبته لنا أو أورثته لنا الإنسانية أورثته لنا الأجيال الفارئة السابقة وعلينا نحن كجيل موجود الآن أن يحافظ عليها كي تتمكن الأجيال القادمة والإنسانية القادمة من أن ترى هذه الأثار في أحسن حال وليس على الحال الذي رأيناه في العراق من تدمير لمدينة نمرود الأثرية أو كذلك لمحاولة تدمير مدينة تدمر الأثرية في سوريا أو مثل ما رأينا في مدينة باميان في سنة 2001 عندما دمر طالبان تمثيل بوذا وكذلك أيضا عندما رأينا في مناطق أخرى كيفية التدمير الممنج والسرقات التي حدثت إثر الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 رأينا كيف بعد هذا الغزو نهبت العديد من أثار العراق ورأيناها البعض منها موجود في أوروبا وفي مناطق أخرى من العالم ولهذا السبب هناك أهمية قصوى لإيجاد ولتأسيس هكذا صندوق غايته قبل كل شيء المحافظة على الإرث العالمي وخاصة المحافظة على الإرث مهد الحضارة العالمية والتي هي والذي هو موجود في المنطقة العربية وتحديدها في منطقاته الشمالية وكذلك أيضا في مصر نحن رأينا كيف أن التكاتف كان له الدور الأكبر في مصر في الستينات من القرن العشرين عندما تم إنقاذ معابد بلاد النوبة وتحديدا معبد رمسيس الثاني ومعبد الملكة إيزيس معبد رمسيس الثاني في أبو سنبل ومعبد الملكة الإلهة إيزيس في قرب مدينة أسوان وذلك عندما قررت مصر تكوين وإنشاء السد العالي والمخاطر التي تتهدت المعابد الموجودة في هذه المنطقة جراء تكوين السد العالي معلومات سيد خالد بالفعل ثمينة جدا شكرا جزيلا للمؤرخ خالد عبيد على هذه المشاركة معنا من تونس شكرا جزيلا للمشاهدة